السلام عليكم وشراكم لباس غاية الحمد لله انا راني بخير وانتم انشاء الله تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو بخير وصحة وعافية هنا زيت نشارك معكم مشتريتي اللي شريتها اليوم كنت خرجت كان عندي واحد الوراقي كنت نريقل فيهم رحت ورحت شريت حويج رحت نشاركو معكم هنا شريت هذه تعلموا كسيرات رجلي كما نقولوا من ذاك يشريموا كسيرات ونخليهم غير فليساشي ما عنديش فاش نحطهم رحت شريت له هذه هذه شريتها خمسة وتسعين الف كما كنت شوفوا فيها فيها خمسة وين تحطي يعني تقدري تخطي خمسة حويج فيها مليحة بزيف وجاية شابة وينهنا كما شوفتوا شريت هذي باش نعمر فيها الزيت كيتحبي تدهني سنيوة تاعك يعني فيها واحد تعبزي على هذي كل تعمريها زيت وعندها واحد اللي كما شوفتوا عندها واحد البوطن من الفوق تعبزي علي هي سيح الزيت ومبعد تدهني بها السنيوة تاعك كما شوفتوا هكا اعجبتني بزيف مليحة يعني باش متفزيش الزيت وتكبي بزيف هنا شريت غيسيل كان خاصني غيسيل تاعي خلاص لي انا ما نديروش بزيف بتاح من ذاك من ذاك نفح ندير فيه نديرو وهنا هذي غالية شريتها كان واحد الوصفة بزيف مليحة ومعتمادة عندي بعد نحط هالكم وصفة يعني ديري إبيلاسيان بهذا تنزع الشعر وتصفي في نفس الوقت هادي باسينا شريتها كانت خاصتني في البوزينا هادو كيسين شريتهم شابين حاجة لوكس وما غالين شوية بصح شابين شريتهم ميوخمس باحشن الف كما شوفتوا شوفوش هالشابين فيهم فيهم سي كولر هما ستابر وكل واحد فيه كولر هاكا كيما قد شوفو يعني جايين شابين بزيف تقدري تشرب فيهم ولا تحتات تقدري كيما تحطي فيهم سالة دفروية ولا تحلية ولا شابين بزيف كما شفتو فيهم فيهم الجان فيهم البلو فيهم الغوج فيهم فيهم ديكولر شابين كيما شوفتو أنا كانوا تكسروا لي الكيسين تعال كوزينا كامل وشاك فاية تكسر لي كيس قلت نروح نشري كيسين وهنا الشي هذا تاعي اللي كنت طاوهالي تعال طبخ كانت بلا كادر وحضرت لها كادر وجبتها باش ما تفسدليش هاك هك تقعد مضيفة ومليحة وهنا كيما قلت لكم غالية بعد نحط لكم الوصفة عندي وصفة سحرية تنحي الشعر وتبيض في نفس الوقت اللي هنا شوفو هذي بعد ما عمرتها مكسرات شوفو شحل جيت شبه شبه بزيف اللي هنا جيت انشارك معاكم وصفة تاع البدينجين محشي يجي بزيف شباب وبزيف بنين يعني غب الخضر ما تديري حتى حاجة نيلحم نيل جيج نيلو و كما نقولكم انا دايما كي نحط وصفات نقولكم لي حب اضافة يزيدها تاع الجيج ولا تجيتاني جيملي حد قدر تزيدها بسحة ندرتها قدرت بلا لحم هنا راح نبريباري لاصوس كيما اشتوا درت البصلة درت التوم درت مع دنوس درت مغرف نصف مغرفة صغيرة تعطم عطم درت حبات معطم ودرت فلفل لكحة الكوركم فلفل عكري وزنجبيل بالنسبة للتوابل وحطيت الزيت كيما شفتوا وراح نغطيها نحطها على النار ونخليها طيب هنا راح نحضر معكم البادينجين البادينجين هنا تقسم الحبة على زوج وتفرغيها من الداخل كما شفتم هكذا تفرغيها كامل من الداخل وهذا الشي اللي تقلعي من البادينجين لوب بتاعه يعني ما ترميهش هذك هو اللي غادي نحشو بيه من بعد من بعد تعمري به يجو شابين بزيف ويجو بنين ويعني كما نقولوا وصفة راقية بزيف تقدري كما نقولوا تحت تحطيها كمقبلة جي شاب بزيف شوفي هنا تبعوا الطريقة مليح هنا هذك اللي فرغته من البادينجين كامل شفتوا كما قطعته ودرت هنا شوية زبدة وحطيت شوية زيت وقطع راني شوفوا كما كنت نقطع البصلة مربعات صغار كما شفتوا هكذا ونزيدوا لها هذك البادينجين اللي كنا فرغناه من الداخل هنا درت فلفل لكحل كوركم زنجبيل وفلفل عكري تبعوا معي مليح وهنا ضفت الملح وخليتها ضيب هنا بعد ما طابت وطابت لصوص وطحنتها ضفت لها مغرفة لصوص هنا كنت جبت المول تعزيج ادهنتوا بالزبدة دايمن ونقول لكم لقراتا نديروا فيهم الزبدة يجوكم شابين لا تديروش الزيت بلايقراتا سيخطوف كتبغيت تحطيها هكذا في الفور لازم تديري الزبدة جيك بنينة هنا هذك الحشو تاع البادينجين تضفت له مغرفة لصوص كما شفتوا وحشيته من الداخل والصوص اللي بقات كامل تعمرتها في الوسط هكذا كما شفتوا هنا شمخت اضفت الاليمينيون لازم نغم يعني تغطيها مليح باش هذك البادينجين يطيب هنا كما شفتوا هنا بعد ما طعب البادينجين خرجتها من الفرن ونحن نحط لها في جبن مبشور تحطي فوق الحبات تاع البادينجين الجبن مبشور هكذا حاولي انك تضطي للحبة حاولي انك تضطي فوق الحبة ما تضطيش في الحواشي وهنا نضفت له رشة تعمى عدنوس كما شفتوا ورح نشبحه بالزيتون يجيب الزيف بنين هنا بالنسبة للوصفة هذه اللي حبت تدير لها تديد لها الجيج ولا تديد لها الطان ولا تديد لها اضبري راسك انت وش هتبغي تديري انا احس بمقدورك انا قدرت لك الحاجة يعني البسيطة وانتي لي عندك وبغيتي تزيدي من عندك اضبري راسك هنا كما شفتو اعود ترجعتها للفرن وهنا بعد ماذا بالفروماج خرجتها من الفرن وهذا هو الشكل النهائي ونقولكم ما تبخلوش عليها بالجيم والتعليقات واشتركوا في القناة وتعالى في رواحكم السلام